بتقول مامتها عندها خشونة من الدرجة الرابعة وبتحس بشد في رجليها من وراء من عند الرجبة ايه خشونة من الدرجة الرابعة الخشونة دي درجات على حسب الكمبارتمنت يعني ايه انا عندي الرجبة ربنا سبحانه وتعالى عامل كده العظمتين وبينهم الغضروف وبينهم سائل مفروض انه هو مثلا يبقى كده لا ممكن تبقى كده ممكن تبقى اديق 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 كل ما هيبتضيق كل ما بيحصل الخشونة بتبقى الدرجة اللي هي اكتر متقدمة اكتر ممكن يكون عندنا خشونة ويكون عندنا حاجة تانية يعني دايما حد يجي يقول لي ايه انا عندي مثلا واحد تقولك انا عندي سكر عشان كده بدوخ انت ممكن يكون عندك سكر اه بس يكون سبب الدوخة مش السكر يعني دايما يكون عندي حاجة ممكن يكون عندنا مرض تاني المرض تاني دوت انا من قطر ما انا مركزة مع الخشونة سيب المرض التاني فانا حسة بقلم فكل ما روح لطبيب واخد علاج الخشونة أو أنزل الصيدالي وقوله نعايز علاج خشونة واخد علاج الخشونة أنا مش بخيف طب مش بخيف في ليه علشان أنا مش باخد مركزة في حتة واحدة أنا عندي خشونة الشد اللي من ورا دوت ده مش خشونة بس أنا عندي خشونة يا دكتورة ماشي والله يمسد داك عندك خشونة بس اللي عندك ورا ده حبيبتي مش خشونة دي حاجة جاي من دهرك طب هنعمل ايه إن إحنا هناخد طبعا دواء الخشونة اللي هو عبارة عن الحاجات اللي بتزود الكارتريج وبتزود السيل اللي موجودة من بين الركب وهناخد أدوية تانية اللي هو دايما تاخد دواء بسيط للعضلات بدل خشونة درجة الرابعة واحدة مليانة واحدة جبيرة في السنة شوية دواء بسيط للعضلات تاخد كالسيوم تاخد فيتامين ديل ولو الدورة قطعت تاخد الدواء اللي هو فيه سوية فيه كابسولات كده فيها سوية الكابسولات دي يفرض للمد من الحاجات اللي بتعالج بعد انقطاع الدورة وبتعالج التعب المفاصل والخشونة يبقى فيه كابسولات فيها سوية اللي هي السوية اللي هي لبن السوية وكده موجود تسألت أقوله برضو الكابسولات اللي فيها السوية أيوة كابسولات سوية مثلا زي كابسولات فيتامين هي وكذا دي فيها السوية بسيطة معروفة بره أكتر أو معروفة برد العربية أو فيه ناس كتير دواتي بياخدوها وخصوصا الأخوة المسيحين لأنها حاجات سيومي نزل منها لبن سيومي وجبنة سيومي ولحمة سيومي فهي السوية بروتين السوية ووجدوا أنه هو من ضمن الحاجات اللي فيه الفايتو أستروجين اللي هي عرفة لم يليه الحاجات اللي هي الهرمون الأستروجين النباتي اللي هو غير دار غير دار يعني النوقتي لما أخذ أي هرمون فيه أستروجين ده دار لأنه هو بيلعب في الهرمونات ويقول لك بيب كانسر بعد الشر وكده لكن الحاجات النباتية الأستروجين النباتي غير دار تماما فوجدوا أن الكمية الكبيرة موجودة فين موجودة في السوية طب يجي رجل يقول لي يقول لي يا سلامي أنا أخده أتحول لست لا خالص ده برضو بيتعالج برضو مش بيأثر على الرجالة فبيتاخد عادي إنه ممكن برضو عشان يلتهاب المفاصل اليابانيين من أكتر الناس استهلاكا للسوية